بسم الله الرحمن الرحيم ربنا نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن تخير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم أجل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم إنا نعوز بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسلك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي مائس واحد حلقة اليوم وبناء على طلب حضراتكم والتعليقات حضراتكم على الحلقة السابقة ستكون تكملة لما بلعناه في الحلقة الماضية بعنوان جريمة الحجامة هذا هو الجزء الثاني من هذا العنوان طبعا زي ما قلنا في الحلقة السابقة هو عنوان غريب وعنوان مخيف وعنوان يثير العجب شوية وأنا معكم في جدا واتفقنا مع بعض في الحلقة السابقة على هذا وضحنا في الحلقة السابقة اللي لسه بيتابعنا جديد أن جريمة الحجامة تقع على يد غير الأطباء أي حد هيعمل حجامة غير طبيب فعلا بمعنى الكلمة بيرتكب جريمة وإحنا وضحناها من ثلاث جهات دينيا ولست بفقه ولاست بمفتي ولكن يعني احنا شرحنا مع بعض أكثر من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وعرفنا زي إن هي دينيا فعلا يجب أن تكون على يد طبيب متخصص أيضا قانونا أنه يجرم من يعالج أو يمارس العلاج بدون تصريح من الجهة الرسمية اللي هي وزارة الصحة ولن تعطي وزارة الصحة تصريح للعمل بالعلاج إلا للطبيب غير ذلك اوعى تسدق نحن بناخده زي ما قالت لحضراتكم بعد دراسة ست سنوات وسنة تدريب سبع سنوات تبتدي أخد أننا أمارس مهنة الطب وليس التخصص التخصص دا يجي بعد بقى ثلاث سنين علشان الماجستير أو خمس سنين علشان الدكتوراه يعني عشر سنين أو اتناشر سنة أو تمنتاشر سنة علشان أبقى أستاذ دكتور متخيل حضرتك فمش ينفع قانونا أن أنت تمارس الحجامة أو تمارس العلاج أي أن كان الطريقة أو المسمى إلا بتصريح من وزارة الصحة عقلا أيضا تحدثنا فيه وعرضت لحضراتكم كثير من الأشياء التي تنافي العقل بمعنى الكلمة تنافي العقل بمعنى الكلمة واتفقنا سويا أنها فعلا جريمة متكاملة الأركان من الثلاث نواحي اللي ذكرتها لحضراتكم دينيا وقانونا وعقليا كتير زعلوا من كلامي مش يعني حقيقة كتير زعلوا من كلامي ولكن دائما يعني أنا أعي تمام الوعي أن كلمة الحق شديدة وبتزعل كتير من الناس وبالبلد بتاعني يقولك مرة كلمة الحق مرة ما هيش اللي قدامك بيستسغها لأن بتيجي على ناحية كده يعني عد قلبي ولا تعد رغيفي بنيجي على ناحية السبوبة اللي هما بيشتغلوا فيها وشفنا مع بعض الإعلانات اللي احنا شرحناها وعرضناها لحضراتكم ولا يعقل أبدا أن أنا أمارس حاجة هعالج بها الطب في أربعة أيام في أربع أيام ما أعتقدش أنه هينفع أبدا يعني وعرضت لحضراتكم الإعلان اللي بيقولين في أربعة أيام هتتعلم الحجامة وهتاخد كرنيه معتمد وهتبقى ممارس للحجامة واتفقنا مع بعض أن في المجال الطبي عقليا وقانونا ليس هناك ما يسمى بهذا المسمى خالص أنا بقى تصدمت وأنا بدور كده وببحث بعمل بحث كده عن الإعلانات دي أنا كنت يعني بقول أربعة أيام أو يومين تقريبا كانوا يومين كان أربعة أيام أربعة أيام صدمت أن هناك إعلانات أخرى في تلتة أيام ويومين يعني استكتروا حتى الأربعة أيام أن أنت تتعلم إزاي تعالج حد متخيل؟ لا ده أنا وجدت إعلانات أخرى في يومين أو في تلتة أيام كيف يعقل أن أنا أشخص وأعالج وأمارس العلاج في يومين أو في تلتة أيام هذا هو الواقع الذي نعيشه لكي بس ما نتحكش على بعض هو ده الواقع الذي نعيشه وهتجد كثير من المراكز وكثير للأسف من المساجد هناك من يدعي أنه يعالج عن طريق الحجامة وأنه يسنى عن الرسول صلى الله عليه وعليه وعليه وصحبه وسلم ويبتدي ياخد الجانب الديني يتحدث فيه وده الدين منه براء بمعنى الكلمة لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم أوسى بالحجامة وفي نفس الوقت حديث كثيرة توسي بالزهاد إلى المتخصص علمه من علمه وجهله من جهله وذكرت الحضراتكم سعيد حديث سعد بن أبي وقاص ذكرت الحضراتكم روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يقول مرضت مرضا فأتني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده الشريفة بين ثديي على صدره كده على صدر سعد بن أبي وقاص وده خال الرسول صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم وضع يده على بين ثديي يقول سعد بن أبي وقاص حتى وجدت بردها برد إيد الرسول عليه وسلم في فؤادي على فؤادي على قلبي حسيت بالبرد إيد الرسول عليه وسلم في قلبي أو فؤادي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنك رجل مفؤود يعني فيه مرض في الحتة دي طيب الرسول عليه وسلم ما عملوش حجامة ليه الرسول عليه وسلم ما أوصهوش بالحجامة ليه لا قال له إيه الرسول عليه الصلاة والسلام ائتي الحارث ابن كلدة أخي ثقيف الحارث ابن كلدة كان طبيب يطبب ويقول عليه طبيب العرب في ثقيف في بني ثقيف ائتي الحارث ابن كلدة أخى ثقيف فإنه رجل يطبب يعني يعمل بالطب يعني في عصرنا هذا طبيب متخصص في هذا المجال تخيل ده حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووصيته لسعد ابن نبي وقاص خال الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا أنكر أبدا أن الحجامة سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عثايمين رحمه الله عندما سئل هل الحجامة سنة أم علاج سكت برها سكت شوية كده قاعد يفكر وقاعدها قال إيه الحجامة علاج لمن يحتاجه ما قالش سنة تخيل ابن عثايمين أنا كطبيب مسلم موقن تماما اليقين أنها سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ودي أول كلمة بقولها للمريض بتاعي في جلسة الاستماع أو جلسة الكشف الأولى أن الحجامة سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تاني كلمة مباشرة ومن الناحية الطبية هنعمل واحد اثنين تلاتة اربعة لا ننكر أبدا سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هناك حديث ابن ماجة ما رواه ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما مررت ليلة أسرية بي بما لئن إلا قالوا مر أمتك يا محمد مر أمتك بالحجامة أو كما قال صلى الله عليه وعلى أليه وصحبه وسلم سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى أليه وصحبه وسلم قال يكون ابن عطيمين سكت البرهة دي لأن يعني ابتدى يفكر أن هي هتبقى إساءة للسنة وده اللي احنا شفناها للأسف هتبقى إساءة لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى أليه وصحبه وسلم وده اللي احنا عشناه للأسف الحجامة جريمة بمعنى الكلمة بعيدا عن المجال الطبي أما في الطب وفي المجال الطبي فهي آلية محترمة جدا جايبة نتائج كما ذكرت من قبل مزهلة للطبيب قبل المريض بمعنى الكلمة وشفنا مع بعض حالات كتيرة جدا جدا قد أغلق أمامها باب العلاج في الطب الغربي وجدنا أنه يفتح باب رحمة في الطب البديل عن طريق آلياته التي من بينها الحجامة الطبية تحدثنا في كل هذه النقاط في الحلقة الماضية وشفنا مع بعض الإعلان العجيب دوت وشفنا الصور التي لا تموت إلى الطب بصلة من قريب أو من بعيد ولا تعد حجامة بمعنى الكلمة من قريب أو من بعيد عايز أوري لحضراتكم إعلان كده برضو متداول على صفحات الفيسبوك وتجد اللي بيدخل ده يعني أنا بتعجب حقيقة يعني أنا حسيت أن إحنا في عالم جاهل بمعنى الكلمة بمعنى الكلمة ليس لها أي مسمى آخر تجد فيديو أو إعلان سفيه سفيه بمعنى الكلمة تجد ملايين التعليقات عليه تجد فيديو رائع بمعنى الكلمة لأحد العلماء أو لأحد الأطباء أو لأحد الشيوخ الكرام تجد عليه مئات فقط من المشاهدة ومن التعليقات هل وصلنا من الجهل إلى هذه الدرجة؟ هل وصلنا من الإنحطاط العقلي والفكري إلى هذه الدرجة؟ نعم للأسف نعم للأسف بجد إعلان عليه ملايين التعليقات والسؤال وكأنه يعني شيء حدث تاريخي مذهل بحزن والله ولكن ما باليد حيلة كما يقولون إلا أن إحنا لوجه الله سبحانه وتعالى بنوضح الحقيقة وبنجلي الحقيقة لحضراتكم وبنثري الثقافة الطبية لحضراتكم لوجه الله سبحانه وتعالى لا نبغي منكم جزاء ولا شكور أه بسألكم الدعاء ده من فضلكم من تفضلكم علي ولكن هي لوجه الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا سواء أنا أو العاملين على هذا البرنامج أو العاملين القائمين المسؤولين عن هذه القناة المباركة هنشوف مع بعض كده إعلان أنا زي نقول لحضراتكم حزنت والله ولكن للأسف هذه هي الحقيقة خلينا نشوف الإعلان ده كده ونقراه مع بعض زي ما حضراتكم شايفين الإعلان اللي قدامنا عايز تتعلم الحجامة بكافة أنواعها جميل كلام حلو وكقوس الهواء جميل بطريقة حديثة واحترافية وبأحدث الأساليب العلمية الموضة دي نحط عليه كده علامة استفهام يبقى ما فيش غير أكاديمية كذا أكاديمية كذا وفرت لكم دورة الحجامة وكقوس الهواء بخصم خاص جدا بادر بالحجز الهماكن محدودة واسأل على الخصم طيب ليه تتعلم الحجامة؟ شوف بقى الحتة بقى اللي بيلعب بها من ناحية الدينية اللي أعلان قدام حضراتكم الحجامة سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه وسلم كما أنها معجزة طبية طيب لما هي معجزة طبية أنت إيه دخلك في الموضوع؟ خلينا نكمل كمان دورتنا لو أنت مبتدئ هتخليك متميز جدا واحترافي إن شاء الله شوف بقى حضرتك الإعلان الثاني اللي قدامك ده ده دي تكملته مذكرة تفصيلية عن الحجامة الشهادة معتمدة من الأكاديمية بختم ضريبي مش فاهم إيه دخل الختم الضريبي في الطب ده اللي أنا مش فاهمه خالص يوجد اعتمادات مؤثقة بتكلفة غير سعر الدورة يبقى كل النقطة فلوس كل النقطة سعر تجارة وليس أكثر من ذلك متاح جميع عدوات الحجامة وبسعر خاص شوف بقى المصيبة الأكبر مدة الحجامة تلت أيام مكثفة بمعدل 20 ساعة دي تكملة الإعلان اللي قدام حضرتكم مدة الحجامة أو مدة الدورة تلت أيام ارجع لي كده يا محمد بعد إذنك تلت أيام هتتعلم الجسم البشري تشريحه وظائفه الحيوية الأمراض التي تلموا به تشقيس هذه الأمراض وعلاج هذه الأمراض اللي احنا بنقعد فيها سبع سنوات أو عايز تتخصص هيبقى عشر سنوات عايز أكثر هيبقى 12 سنة في ثلاث أيام فقط في ثلاث أيام فقط هل هذا يعقل؟ هل هذا يستوعبه العقل البشري؟ ما أعتقدش ما أعتقدش وزي ما أقول لحضراتكم ده من النحية القانونية يعتبر غش وتدليس ولكن ليس هناك رقيب إلا عقل لابد أن تعمل العقل فيما ترى وفيما تسمع هذا هو الواقع اللي احنا بنعيشه هذه الإعلانات المضللة اللي بتلعب بأزهان الناس وتحس أن هي دي المخرج الوحيد للمريض للأسف ويحليها ويجملها بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه وسلم وهي بريئة تماما مما يدعونه ومما يعقومون به من عمل وزي ما قلت بيوسيء للسنة وده لن يختلف معي اثنين على ذلك لن يختلف معي اثنان على ذلك أجد أن هناك جريمة بمعنى الكلمة متكملة الأركان تحدث أمام أعيننا ونحن لا نبالي ولا نعلم حتى أن هي جريمة وعلشان كده كان عنوان الحلقتين جريمة الحجامة طب يا دكتور احنا رحنا للمراكز دي والحمد لله خفينا ويعني الكلام اللي انت بتقوله كله ده مش موجود طيب هنستعرض مع بعض صور تعتبر بمعنى الكلمة جريمة طبية بمعنى الكلمة خليني أشوف الصورة دي مع حضراتكم كده وبعدين أقول حضراتك هي جريمة ليه نشوف الصورة دي كده مع حضراتكم الصورة دي اللي حضراتكم شايفينها بمعنى الكلمة جريمة طبية لأنه ليس هناك في الطب أو في الحجامة الطبية اللي انتوا شايفينه ده الاحتجام على الرأس بهذه الطريقة أسرع طريق للزهايمر لأمراض كثيرة من أمراض المخ اللي انت شايفه قدام حضراتك ده دي مش حجامة وده مش طب وده بمعنى الكلمة جريمة طبية اللي حضراتك شايفه قدامك ده جريمة بمعنى الكلمة من الناحية الطبية نشوف الصورة اللي بعديها كده برضو نفس الصورة بس طبعا شخص آخر ومكان آخر ولكن نفس الجريمة الحجامة على الرأس زي ما بقول لحضرتك قد تكون سببا في كثير من أمراض المخ وأشهر أو أسرع أسباب الزهايمر هي الصورة اللي حضراتكم شايفينها للأسف وكتير جدا يقول لي أنا عايز أعمل حجامة على الرأس يعني الاعتقاد منتشر جدا ومش عارف ليه حضراتكم مؤتقدين إن الحجامة بالمنظر اللي احنا شفناه ده ده حجامة طبية خالص لا تموت إلى الطب بصلة وليس لها أي علاقة بالطب من قريب أو من بعيد بمعنى الكلمة ولكنها تعتبر جريمة طبية بمعنى الكلمة الطب بريء تماما من الصور اللي احنا شفناها السنة النبوية المشرفة بريئة تماما من الصور اللي احنا شفناها وأنا على استعداد تام لمناظرة أي حد عايز يتحدث عن هذه الصور أهلا وسهلا فيش أي مشكلة معايا سعة صدر أهلا وسهلا ونرحب بيه ونتناقش أمام حضراتكم ما فيش أي مشكلة خلاص ولكن إن أنا أرى هذه الجريمة وأسكت وأنا أعلم إنها جريمة هكون مشارك فيها هذا الإثم وهذا الزنب أشوف وأسكت هذا تعتبر مشارك في هذه الجريمة زي ما أقول لحضراتكم الحلقة السابقة جال منها تعليقات كثيرة ومشاكل كثيرة وسب وووو ولكن زي ما أقول لحضراتك كلمة الحق مرة ثقيلة ولكن لابد أن نذكرها ساكت عن الحق شيطان أخرص هذه هي جريمة الحجامة زي ما حضراتكم شايفينها وجريمة بمعنى الكلمة لا يختلف عليها إثنان وقانونا تعتبر جريمة ودينيا تعتبر جريمة وطبيا تعتبر جريمة وعقليا تعتبر جريمة آخر صورة هعرضها لحضراتكم لا مش آخر صورة معلش أنا آسف خلينا نشوف الصور دي كده مع بعض أو خلينا آخر صورة علشان ما أزعجش حضراتكم لأن الصور بصراحة مزعجة جدا جدا وزي ما أقول لحضراتكم لا تموت إلى الطب بالصلة بمعنى الكلمة وللأسف يعني كثير جدا يعتقد أن هذه هي الحجامة وأن هذه هي الحجامة الطبية وأنا هروح أعمل كده لا ده طبعا يعني خلينا نشوف الصورة دي مع بعض كده ونرجع التاني مع بعض بس تأملوها جيدا أيها الصورة اللي قدامنا دي الصورة لحضراتكم شايفينها دي لا تموت إلى الحجامة بأي صلة من الصلاة ما تقوليش حجامة جفة ما فيش حاجة اسمها كده خالص بالمنظر لأنا شايفه ده ما فيش حاجة اسمها طب بالمنظر اللي أنا شايفه ده خالص بمعنى الكلمة نشوف الصورة التانية كده وبرضو لا تموت إلى الطب من قريب أو من بعيد وليس لها أي علاقة بالحجامة الصورة لحضراتكم شايفينها قدامكم دي نقل للأمراض بمعنى الكلمة إهدار للدورة الدموية بمعنى الكلمة وقد يحدث هبوط مفاجئ في الدورة الدموية بسبب الممارسة اللي أنتوا شايفينها في الصورة دي قد تؤدي إلى الوفاة نعم ومن الناحية الطبية جريمة بمعنى الكلمة الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي أشوف الصورة اللي بعدها برضو مباشرة كده نشوفها أخبارها إيه برضو المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده ليس له أي علاقة بالطب من قريب أو من بعيد وليس له أي مسمى طبي وليس له أي علاقة بالحجامة من قريب أو من بعيد الصور اللي احنا شفناها مع بعض دي دي جريمة الحجامة وأنا بحس بمرارة وأنا بتحدث عنها بصراحة وبحس باستياء شديد جدا جدا وأنا بعرضها لحضراتكم ولكنها الحقيقة ده اللي حضراتكم واخدين فكرة عن الحجامة أنتم معتقدين إن الحجامة كده وده كلام بعيد تماما عن الطب حضراتكم عارفين إن الحجامة كده وده بعيد تماما عن الممارسة الطبية وكما ذكرت من قبل أن هذه الكسات يعني كتير جدا من المرضى اللي يجيب للكسات أو للكسات دي بتاعتي من الكسات بتاعت حضراتك دي أنا لو استخدمتها هبقى مش طبيب لأنها ليست معقمة حتى لو جديدة حتى لو جديدة مصنعة من المخلفات تحمل من الجراثيم والمايكروبات عد ولا حرج لا يجوز طبية إننا نستخدمها مباشرة ولكن هناك طريقة طبية أخرى نقدر إن إحنا نستخدم بها كاسات الحجامة أسأنا إلى السنة المحمدية نعم أسأنا إلى السنة المحمدية للأسف أنا عارف زي ما أقول لحرارتكم إن كتير هيزعل مني ولكن الحقيقة والحق لابد أن يذكر طب يا دكتور ما يعني عادي بتعدي الحمد لله وما بقى الحمد لله الحمد لله أنا ربنا بيعديها على خير بفضله سبحانه وتعالى ولكن قد نصل إلى جريمة جسدية زي الصورة اللي هنشوفها دي نشوفها كده مع بعض ودي آخر صورة على فكرة نشوفها كده مع بعض الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي بمعنى الكلمة جريمة جسدية اللي حضراتكم شايفينه ده الحرق اللي حاصل ده أنا معرفش العمله يعني هل عمله بفوتة نارية ولا بالموكسة في حاجة اسمها موكسة في الطب الصيني عبارة عن أعشاب بنشعلها تستخدم بطريقة معينة ما تجيش جزء بالجسد اللي أنا نتبقى ولعها نار ما تجيش جزء جنب الجسد أبدا وده اللي أنا شايفه ده الحرق اللي أنا شايفه ده هيسيب أثر دائم اللي حضراتكم شايفينه دي كده عاها مستديمة خلص دي اللي أنا حضراتكم شايفينها عاها مستديمة بمعنى الكلمة هل يجوز ان انا اعمل في مريض المنظر ده زي ما بقول لحضراتكم في حاجة في الطب الصيني اسمها المكسة المكسة عبارة عن مجموعة من الأعشاب بتجيلنا في هيئة سجار يعني ملفوفة كده في هيئة سجار بنبتدي ان احنا نستخدمها على الإبر الصينية أو مع الكاسات في أماكن معينة وفي أمراض معينة ما ينفعش أبدا ان هي تيجي ناحية جلد المريض زي ما حضراتكم شفته لان ممكن يحدث حرق زي ما انتم شايفين كده حدث الحرق لازم هيسيب علىها مستديمة ما فيش فصال ما فيش كلام طب الحل ايه جريمة بمعنى الكلمة للأسف هي دي الحجامة اللي حضراتكم موجدين فكرة عنها سيئة جدا للأسف دي جريمة حجامة وليست حجامة وهناك فرق شاسع ما بين الحجامة الطبية والحجامة الجريمية اللي احنا شايفينها او جريمة الحجامة اللي احنا شفناها مع بعض وانا باعتذر لحبراتكم عن الصور وعن يعني في كتير ممكن ما يستحملهاش انا باعتذر والله ولكن كان لابد من عرضها علشان احنا على الارض الواقع وبجيب لكم حاجات من عالمنا ما بجيبش حاجة من برا بجيب حاجات من دنيانا من ارضنا وبنشوفها مع بعض وهي دي الحقيقة للأسف اللي انتو تعتقدوا ان هي الحقيقة الحجامة والحجامة بعيدة تمام البعد عن هذا المسمى الحجامة قالية من قليات الطب البديل المحترمة جدا وكما ذكرت من قبل قد تؤتي بنتائج مزهلة للطبيب قبل المريض والحجامة هنستخدمها في كثير من الامراض كثير جدا من الامراض بتختلف اماكن الحجامة تختلف عدد كاسات الحجامة يختلف حجم كاز الحجامة تختلف طريقة الحجامة تختلف طريقة التشريط في الحجامة من مرض الى اخر ايه ده؟ هو فيه اكتر من تشريط طبعا فيه اكتر من تشريط وفيه اكتر من نوع من الحجامة كل مرض له دراساته وكل مرض له اسلوبه المعين اللي هيؤدي الى الشفاء من هذا المرض وقد يختلف المرض دي بقى واحد ولكن يختلف من شخص الى اخر لان هذا الشخص قد يصب بمرض التاني مش موجود معاه فاضطر ان انا اغير اسلوب الحجامة من ده لده رغم ان ده مثلا انزلاغه ضروفي وده انزلاغه ضروفي ولكن ده عنده مشكلة في شريين القلب وده لا هيختلف الشغل تمام الاختلاف من هنا لهنا ما هيش سهلة كما تتخيلون في اربعة ايام او خمسة ايام او سنة او اثنين او ثلاثة خالص محتاجة دراسة بمعنى الكلمة وكما ذكرت من قبل كثير من الوقت وكثير من الاموال تصرف وتنفق على الدراسات الطبية علشان توصل لحضرتك في النهاية الكونكلوجن بتاعها او الخلاصة بتاعتها اللي حضرتك هتتعالج بيها وده من رحمة الله سبحانه وتعالى ولكن على يد طبيب متخصص مش على يد دورة تدريبية ثلاثة ايام وعلى يد حد معاه كرنيه ضريبي دي اللي انا مش فهمه وخالص من لاش اي علاقة بالطب من قريب او من بعيد ولكن كل الغرض من هذه الاعلانات وهذه الممارسات هي التجارة بحضرتكم وإلام حضرتكم طبعا المريض وكما ذكرت من قبل بيجي للطبيب في اكثر لحظات الضعف النفس البشرية هي المرض اكثر لحظات الضعف هي المرض أسأل الله العظيم العف والعافية لنا جميعا وأن يمتعنا سبحانه وتعالى بصحاتنا وعافيتنا وأجسدنا وأسمعينا وأبصارينا ما أحيانا ويجعله الوارثة منا سبحانه وتعالى فإن المريض يجي للطبيب في اللحظة دي دي اكثر لحظات ضعف النفس المشاريع أنا آسف في اللفظ والله معلش سمحوني اعذروني أنا تأسفت كثير في هذه الحلقة ممكن أشتغل المريض اللي قدامي ده زي ما أنا عايز أنا آسف والله على اللفظ ولكن إن غاب الضمير المهني ما بين الطبيب وربه سبحانه وتعالى المريض مش عارف حاجة هقول له أنا عايز أعمل كذا وكذا 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 والمريض متحاضر ماشي أنا موافق ومش عارف حاجة وهنا يأتي دور الضمير المهني اللي بين الطبيب وبين ربه سبحانه وتعالى لا يعلمه هذا المريض ولا يعلمه الممرد اللي وقف معي ولا الممرد اللي وقف معي أي كان يعلمه الله سبحانه وتعالى فقط وهنا تأتي الأمامة الطبية لحضرتك لازم تدور عليها عند طبيب يتق الله فيك ودي نقطة مهمة جدا كتير من الحالات احنا عرضناها مع بعض على مدار الحلقات وشوفنا كتير من النتائج الطبية زي مقول حضرتك المزهلة للطبيب قبل المريض بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق قليل الطب البديل عايز أورل حضرتك في الممارسة الطبية الفرق ما بين الحجامة الطبية وجريمة الحجامة هنشاهد مع بعض مدخلة من حلقة صادقة نشوفها كده مع بعض ونشوف كده ازاي ان الحجامة ممكن ما تجيبش نتيجة مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة المريض اقتر تب خلينا نشوفها كده المدخلة دي ونرجع مع بعض تاني نتكلم فيها شوية من النحية الطبية ام البنات سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك يا فندم اهلا وسهلا يا دكتور الامل والمستعادة والتفاق اهلا يا عزك وعلي قادرك يا رب ده ايه الوصف الجميل يا رب الله في عمرك يا رب أسأل الله العظيم ان انا اكون كذلك واكون عند حصن الظن يا رب ربنا يحقظك اللهم امين يا رب تفضل يا فندم انا كنت جد لحضرتك من اربع شهور كده يا دكتور تمام بعد يعني مرحلة طويرة خالصنا على الطباء يعني من 2009 ام الى ما جد لحضرتك كنا بنشتكي من ايه ام البنات كان الام في المفاصل وتوضاع دايما يعني رحت لكل الاطباء هتا دكتور القلب والف وعنف وقذن اه كل الاطباء رفت لهم تمام وفي الاخر دكتور المفاصل قال لي بيخشونة في المفاصل تمام وخدت العناج و تعاب للماده فالسه وبعد كده جاد اه اه فقلت اخر مرحلة يعني هو احضرت مفتد البديل تمام ف uniform ويفضتك في كناتة الرحمة جدا ومشكلة عالف فelijkحي في اي دكتور في اللي بي Scan ambassador , اه استخرت ربنا ربنا تотخرت الرؤية لدكتور وثيمة الحمد لله يا رب العالمين. ربنا يجعلنا مفتاحا لكل خير لكم يا رب. الحمد لله. على هم مأمين. وعم مأمين. عملنا ايه بقى يا مدامة? عملنا ايه معبد. جيت انا لحضرتك. قلت لي هنعمل ثلاث جلفات حجامة. اه. قلت لك انا عملتها كنت عملها اكثر من خمس مرات. كويس. اه. فانا قلت لي انت متخصص وقلت لك لا. مم. قلت لي بقى ما عملتهاش. اه. 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 احس انا الحمد لله اول جلسة. الحمد لله نفيجا كنت طيبة خلص يا مش كان في الاول حسيت بروحها بعدها في الديه N-ńsk. جميل. مع العلاج في. اه. اه. تمام. تمانت الحمد لله دلوقتي اه. عملت الثلاث جلسات. فالحمد لله يعني كان هي. استير بالل. كانت جلسة الثالث. اه الحمد لله رب العالمين. حمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله من ع الفين وتسعة بطvé نبقى ان انتهي من了 mı? من الالام والمشاكل دي? آه الحمد لله والله كانت الألم ما كانت بتفريدني لليل ولا نهور الحمد لله سبحان الله آه الحمد لله طيب سيدي مش عارف إلى الآن أنا بقولي عن الترف الحجامة أو في الترف الأعشاب أو في الدكتور أثامة لا في الحجامة لا 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 هي في الحجامة وصنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصلى الله عليه وسلم ولكن على يد طبيب متخصص يعني احنا بنقول كما أوصنا الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكما أوصنا رسول صلى الله عليه وسلم الطبيب يعلمه من يعلمه ويجهله أو علمه من علمه وجاهله من جاهله فحنا بنقصد الطبيب المتخص ولكن حقيقة السر في الحجامة فعلا فعلا الحمد لله رب العالمين أم البنات بعد مرحلة طويلة مع الأطباء وراحت لمختلف التخصصات ألام في المفاصل وصدع شخصت على إن هي خشونة في المفاصل فجات للطبيب المتخصص في أول كلمة بيقول لها احنا هنعمل ثلاث جلسات حجامة فقالت أنا عملتها قبل كده خمس مرات ويعني لو أنا ما كان هقول لها لا لا حجامة مين ده أنا عملها خمس مرات وما جابتش نتيجة كان السؤال البديهي عملتها عند طبيب قالتلي لا قلتها لا تبقى ما عملتهاش ودي حقيقة بمعنى الكلمة يعني عملت خمس مرات حجامة اللي هي تحمل مسمى جريمة الحجامة بمعنى الكلمة وما فيش أي نتيجة خادت العلاج مع الأطباء في الويستر ميديسن أو في الطب الغربي تعب المعدة وما فيش برضو نتيجة الألم كان لا يفارقها ليل ولا نهار كانت بتنام عشان تهرب من الألم بفضل الله سبحانه وتعالى الحجامة الطبية وجدنا فرق شاسع وجدت النتيجة رائعة بفضل الله سبحانه وتعالى نقطة مهمة جدا هي عملت حجامة خمس مرات على يد غير متخصص عملت الحجامة على يد متخصص بعد الجلسة الثالثة بفضل الله سبحانه وتعالى الشفاء التام نقطة مهمة زي ما بقول الالتزام بالخطة الطبية العلاجية برضو مع احترامي لو احنا مكانها انا عملت خمس مرات حجامة وعملت عنده دكتور متخصص او طبيب متخصص اللي ثلاث جلسات فعملت اول مرة ما لقيتش يا دوبك حاجة خفيفة فمش هكمل لا نكمل هي دي بقى النقطة مهمة جدا الالتزام بالخطة الطبية العلاجية دي نقطة في منتهى الاهمية عشان اصل الى النتيجة دي ليه الابحاث والدراسات اللي اجريت على هذا المرض وقالت ان انا هعمل حجامة هاخد اعشاب هاخد علاج انا همشي كذا 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 عشر بنود او تسع بنود لو شلت بندين منهم انا اخليت بالمنظومة كأنه سلم شلت درجتين من النص مش هتعرف توصل للاخر بمعنى الكلمة يبقى لابد الالتزام بالخطة الطبية العلاجية عدد مرات الحجامة الاعشاب والعلاج الموصي بيه يؤخذ بموعيده وبجرعاته كما ذكرت حتى وان حدث شدة في القلم بعد اول جلسة دكتور حسيت بالقلم كان عندي بدون مبالغة حوالي خمس ايام حالة بقول لها حضراتك اخبارك ياليت لها ده انا حسيت بالقلم جامد جدا فصعقت من الرد بتاعي يعني اعملت لها حجامة في الاستشارة بعد شهر بقول لها اخبارنا ياليت لها ده انا تعبت جدا وقتلتها بالحمد لله صعقت من هزر ازاي دكتور الحمد لله ده انا تعبت اكتر نعم تحدث في كثير من الامراض ان يحدث الم اشد من الالم الاول ليه دي نقطة برضو مهمة ولو ان كتير من اصدقائنا او من زملائنا القطبي واللي متذكرش النقطة دي لا لازم اذكرها لان المريض بتاعي لازم يكون شريك معايا في كل التفاصيل لماذا يحدث الم بعد الجلسة الاولى من الحجامة في بعض الامراض وليس في كل الامراض لان احنا في هذه الجلسة الاولى اشتغلت على العصب اللي كان شبها يموت شبها هيعطل عن العمل ابتدي انشط العصب وانشط دورة دموية يحدث تنشيط للعصب يحدث زيادة في الاحساس في هذا العصب الالم اللي حضرتك كنت بتحسي به 30% وكان تعبت جدا لان انت هتحسي به 70% لان العصب اتنشط واشتغل ودورة دموية اشتغلت ودي نقطة مهمة جدا جدا في الطب البديل وبالتالي لابد من الالتزام بالخطة الطبية العلاجية اه حسينا بألم في الجلسة الاولى الجلسة التانية هتجد فرق شاسع بمعنى الكلمة والتالتة بمشية الله سبحانه وتعالى الشفاء التام بفضله سبحانه وتعالى دي نقطة مهمة جدا واسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا دائما عند حسن الظن وان يسخرنا لكم ويجعلنا سببا في شفائكم بفضله سبحانه وتعالى شفنا خمس مرات حجامة ورغم كده الحمد لله التزمت بالحجامة الطبية وجدت فرق شاسع اين العقل البشري من استيعاب ان انا فعلا ارمي جسمي لحد يشرت ويقطع فيه دي نقطة مهمة جدا كلمة غريبة جدا انا سمعتها من مريض وهسماحها لحضراتكم من هذا المريض ارمي جسدي يشرت ويقطع فيه يعني كلمة بصراحة مكنتش على خطري والعلى بالي الكلمة دي ولكنها عبارة فعلا تستحق الوقوف عقليا امامها كيف القي بجسدي لغير طبيب كيف اقتمن صحتي عند غير طبيب دي من واحد بسيط جدا هنسمع المدخلة دي من حلقة سابقة واسمعه كويس اوي لان فعلا سبحان الله يعني كما يقولون العقل زينة قلينا نسمع المدخلة دي من حلقة سابقة ونرجع مع بعض تاني نناقشها من الناحية الطبية مستاذ حسني سلام عليكم اهلا بيك فاندي مهلا وسهلا اعمل يا دكتور اهلا بيك استاذ حسن الله يحفظك ربنا يا جزيس يا دكتور ويجعلك تبع سبب للعالم كلها الله اللهم امين يا رب لا يا ربنا اجعلك سبب للدين يا كلها يا دكتور الله يخبرني انا لبقالي سنتان بنفس على موضوع الجسمي فانكله وعصابي وكله واقول ما جيت عندك عملت الحجامة من ناول الجلسة الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين انت ربنا يا جديد خير ويصرق في الدنيا والاخرة الله ربنا يحفظك يا حسن ويجعلك سبب كده للامة كلها الله اللهم امين يا رب يعني كان فيه قلم في الجسم كله والعصاب يا حسني كله جسمه كله منفقلي تحته وانا عندنا قبل كده ومرتحتش خارج صراح وارح لي مشارك وارح لدكاترة واللي قوله انراءة واللي قوله عصب حقر واللي قوله مش عارف اه مش عارف اه الحمد لله ربنا جعلك سبب كده ان انا باسمعك افتل ان انا باسمعك على التلفزيون اه فقالي سيناتا ان انا باسمعك على التلفزيون طيب بالله عليك يا حسن بالله عليك هسألك سؤال ودينا حلفتك بالله يعني ولو ان انا بحبتك حلف عليها بس معلش سمحني انت شوفت الرجل داع التلفزيون وبيتكلم وروحت له العيادة اه اللي هناك غير اللي هنا مين بالنسبة لك انت اعملت ايوه لا ده حد 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 حلوة يعني جميلة يعني ربنا يا حسن خام قبلتك يعني بس حتى كلامك بالنفر كده يعني ربنا احفظك يا حسن خام قبلتك وربنا يا جزيخ شار يعني وحاجة يعني احمد لله يعني وبعدين الحاجة دي سم على الرسول على السكري حسلام عليه ajjana كلام السبات والأسلام انت عملت حجامة عبد العنافجينaj اعملت حجامة عبد produzيني اعملت حجامة برا عبد المنام من الحجامة بتاعتنا اه عملتها وبين حسن في فرق ما بين الحجامتين بس لأ الهجامة اللي عندك انت طبية اللي دي كان مش طبية خالص اه اه اللي عندك انت طبية جدا يعني بتتعيم البنخام و нов يعني بدأ كده مش حاجة وخلاص طيب الحمد لله لقيت نتيجة طويلة الحمد لله الحمد لله وفضل الفضل الردنا لك يا عبد الحمد لله رب العالمين الحمد لله كان جسم كله بوجاع عني وقدت باشك المقلم في المعدة وقلم هنا وأول ما جيت عندك سيادتك وعملتها من أول مرة حشيات براحة يعني الحمد لله رب العالمين وخلي بالك يا دكتور سؤال ان كلامك سعب بتقول مش اي حد يمشي في اي مجال يعني مش اي حد يعمل اي حد يخش في اي مجال كده والنفر يستلم نفسه بأي حد ده المفروض عقليا يعني يا حسن اشكرك شكرا جزيلا ايوه المفروض يعني اسألوا اهل الذكر إذا كنتم لا تعلموه صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم طبعا طبعا يرمي جسمه لأي حد كده اقول له شرط الله يفتع ليك ولا قرقمين اللي بقول له بقى جل واحد عبا تقول له كرقمين ومش كرقمين جزاك الله خير انه حسن انه امنشاك اللي المدخلة الطيبة ديت أقصى الله عز وحراه تعالى انه امتحك بالصحة طلعفية شكرا جزيلا حضرتك يعني أستاذ حسني على بسطته ولكن والله يؤخذ منه وكلام حكم بمعنى الكلام زي ما بيقوله يعني أستاذ حسني سنتين بيلف بجسمه كله بيوجعه وأعصابه سنتين بيلف جسمه كله بيوجعه وأعصابه تمام سبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى من أول جلسة ارتاح تماما هو لاف كتير جدا وراع عند مشايخ وراع عند دكاترة وراع عند عمل حجامة عند ناس قبل كده وبيقول مرتحتش خالص تمام بفضل الله سبحانه وتعالى من أول جلسة ابتدى أنه هو يستريح تماما سألته سؤال مهم جدا فيه فرق ما بين الحجامة اللي عملتها برا والحجامة اللي عملتها قال لي أيوة الحجامة اللي عند حضرتك طبية وبضقة تمام قال بقى كون جملة يعني يعني جميلة قوي قوي يعني يقول النفر ما يزلمش نفسه لأي حد دي زي ما عشان كده بقول لعضرتك يؤخذ منه بصراحة يعني ما يرميش جسمه ويقول لأي حد كده ويقول له شرط وقطع وهي دي أستاذ حسني جريمة الحجامة اللي أنا بتحدث عنها أن أنت تسلم نفسك لأي حد وتقول له شرط وقطع تخيرت؟ ده اللي بيحدث وهي دي زي ما بقول لحضراتكم جريمة الحجامة اللي أنا بتحدث عنها جريمة متكملة الأركان كما ذكرت من قبل الأستاذ حسني عد كتير من الدكاترة وكتير من المشايخ وحجامة برا من أول جلسة بفضل الله سبحانه وتعالى من الحجامة الطبية كان الشفاء بأمر الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى نجعلني دائما سببا في شفائكم فأعتقد زي ما بقول لحضراتكم يؤخذ منه هذا الكلام وأعتقد أن فعلا بمعنى الكلمة هناك ما يسمى بجريمة الحجامة هناك حقيقة ما يسمى بجريمة الحجامة على مدار حلقتين استعرضنا هذا العنوان وهو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ليس لي عنوان يعرض على الشاشة وليس لي طريقة التواصل تعرض على الشاشة وليس إعلان لهذه القناة الطيبة وليس إعلان عن هذا الطبيب ولا المكان الذي يعمل فيه أبدا هي لوجه الله سبحانه وتعالى ثقافة طبية لا أكثر ولا أقل وزي ما ذكرت لحضراتكم ده كان هدف البرنامج من 13 أو 14 سنة تقريبا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه النية أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى جريمة الحجامة والحجامة على غير يد طبيب متخصص تعتبر جريمة بمعنى الكلمة وشفنا الصور وشفنا العهات المستديمة التي تحدث وشفنا المشكلة التي يمكن أن يدخل فيها المريض فعلا دون أن يدري ودون أن يحس ويجد فعلا أن هي جريمة متكملة الأرض كان وذكرناها من الناحية الدينية ولست بفقيه ولا مفتي وذكرتها من الناحية القانونية ولست محام ولا قاضي وذكرتها من الناحية العقلية ولكني إنسان زي حضرتك بأعمل عقلي في كل ما أسمع وكل ما أرى هي جريمة بمعنى الكلمة إلا إذا كانت على يد طبيب متخصص هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وعلى عليه الصحب والسلم ولكن لبست اللباس الطبي واجدل عليها الثوب الطبي إذن من الناحية الطبية لابد أن تكون على يد طبيب متخصص أعتقد توافقون الرأي على أنها جريمة بمعنى الكلمة أسألوا سبحانه وتعالى أن يمتعكم دائما بالصحة والعافية سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بمشيط الله تعالى أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة